لأجل هذه الأمور الناس تحب المفروض الضرائب تبقى عارفة أنها بتنعكس عليها بشكل مباشر وبشكل غير مباشر طول الوقت بالمناسبة هو آخر معادل تقديم أنا بقى كده كده مخصومة من المنبع فأنا في الأمان طيب وطبعاً إحنا عندنا موسم الإقراط الضربية بدأ في أول يناير وينتهي في 31 مارس الحالي بالنسبة لأصحاب المنشآت الفردية وبالتالي بنقول لأصحاب المنشآت الفردية إحنا موجودين في منتصف مارس تقريباً فمهل تقديم الإقرار قاربت على الانتهاء فيلا بقى مش لازم نستنى اليوم 31 إحنا نبدأ نقدم إقرارنا الضريبي من دلوقت خاصة إن الإقرار الضريبي دلوقت بقى إقرار إلكتروني إنت من تشمحتك تنزل تروح مأمورية إنت بتقدم إقرارك الضريبي وإنت موجود في بيتك أو موجود في مكتبك بالنسبة للشركات مهل تقديم الإقرار بتمتد شهر إضافي وتصبح 30 إبريل إحنا يعني السنة اللي فاتت إحنا نجحنا أن نحول كل الإقرارات الضريبية إلى إقرارات إلكترونية النهاردة وأنا بكلم حضرتك ما عندناش النهاردة إقرارات ورقية على الإطلاق كل الإقرارات الضريبية النهاردة إقرارات إلكترونية والمسألة دي في حقيقة الأمر حقاية مكاسب مشتركة بيني أنا كمصلحة الضريب وبين الممول بالنسبة لي أنا كمصلحة الضريب كانت خطوة مهمة جدا على طريق الميكانة والتحول الرقم وده هدف مهم بالنسبة لي أنا بس عليه وبالنسبة للممول أنا سهلت عليه تقديم الإقرار الضريبي لأن زي ما بقول لحضرتك أنت بتقدم الإقرار الضريبي دلوقتي وإنت ببيتك فبالتالي أنا وفرت لك وقتك وجهدك وتكلفتك إحنا عايزي بقى نحافظ على المكاسب دي نحافظ عليها إزاي؟ لما الممول يشعر أن مصلحة الضريب بجنبه وبتحاول أن هي تساعده وعشان كده إحنا هتمينا بالمسألة دي واستعدنا لموسم الإقرارات قبل ما موسم الإقرارات يبدأ يعني بتقدموا دعم فني للممول أو يعني بتساعدوه؟ طبعا أكيد وعندنا أكتر من وسيلة متاحة بنقدم بيها دعم فني وبنقدم فيها مساعدة للممول عشان خاطر نقدر نساعده أنه يقدم إقراره الضريبي مش إقراره الضريبي بس لا يقدم إقراره الضريبي وكل التزاماته الضريبية عندنا أكتر من مستوى وأكتر من وسيلة والممول بتاعنا هو اللي بيختاري الوسيلة اللي تتناسب معاه بمعنى أن أنا عندي جوة مأمورية عندنا فرق عمل جوة مأمورية إحنا نضربينه بشكل كويس جدا بحس أنك إنت لو إنت بتعمل إقرارك الضريبي دلوقتي وقبلتك مشكلة وإنت بتعمل الإقرار الضريبي بنقول لحضرتك بمنتهى البساطة أنت ممكن تنزل تروح المأمورية حتلاقي ناك فرق عمل حتساعدك في حل المشكلة حترد على أسئلتك وعلى استفساراتك طيب إحنا في مشكلة ممكن تظهر في موسم الإقرارات دلوقتي إحنا أنا كنت بقول لحضرتك أن العام الماضي انتهينا من ما يكانت كل الإقرارات الضربية لما ألزمنا أصحاب المنشآت الفردية هما كمان بتعديم إقرار ضريب إلكتروني ترجمة نانسي قنقر